هل تعاني من مشاكل في عمل نسخة احتياط رسائل واتساب؟ هل تخشى فقدان ذكرياتك ومحادثاتك المهمة؟ لا تقلق في عدة الفيديو رح أشرح لك الحل النهائي لمشكلة فشل نسخ الاحتياط رسائل واتساب دليل خطوة بخطوة سأكشف لك الحل النهائي لدي المشكلة المزعزة بخطوات سهلة وسريعة تابع معي لا تتعرف على كيفية تأمين رسائلك وضمان عدم فقدانه مرة أخرى لا تفوت هذه الفرصة لنبدأ الآن في شرح الفيديو السلام عليكم خليل المتابعين قناة حكموس ومرحبا بكم في فيديو جديد عندما ندخل إلى الواتساب ثم بعد ذلك نقوم بالدخول إلى الإعدادات ثم بعد ذلك نقوم بالدخول إلى الدردشات ثم بعد ذلك نريد أن نقوم بنسخ احتياطي للدردشات ثم بعد ذلك نضغط على النسخ الاحتياطي كما تشاهدون تنبتق لنا أجي النفيدة تعذر إنشاء النسخ احتياطي للرسائل وفي الأعلى لإجراء النسخ احتياطي أنقر هنا لتسمح للواتساب بالوصول إلى الصور والوسائط والملفات في جهازك لحل هذه المشكلة نقوم بالخروج ثم بعد ذلك نقوم بالضغط مطول على الواتساب للأعمال ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على الحرف الآي معلومات التطبيق ثم بعد ذلك نقوم بالدخول إلى أدونا التطبيق ثم بعد ذلك نراحل هنا مفاعلة إدنا يعني جهات الاتصال وجهات المكالمات عدنا جهة أجهزة المزورة الكاميرات الملفة والوسائط الموقع الجغرافي الميكروفون العاتف غير مفاعل يعني غير مفاعل إدنا لهذه الخاصية نقوم بالسماح لهذه الخاصية ثم بعد ذلك الكاميرا ثم بعد ذلك ملفات الوسائط ثم بعد ذلك إخواني موقع جغرافي ثم بعد ذلك الميكروفون ثم بعد ذلك العاتف الآن قمنا بمرحل الأدونات لجميع الخاصيات كما تشاهدون ثم بعد ذلك نقوم بمسح التطبيق من الخلفية بعد ذلك الطريقة إخواني ثم نقوم بالدخول إلى التطبيق من جديد ثم بعد ذلك نقوم بالتقطع على ثلاث نقطة نقوم بالتقطع على إعادات الدردشات نقوم بالنزول للأسفل نصق إحتياطي للدردشات كما تشاهدون نقوم بالتقطع على نصق إحتياطي الآن تم حل المشكلة ويتم النسخ الإحتياطي للتردشات والحفاظ على معلوماتك الشخصية والمحددات مع الأشخاص والذكريات الخاصة بك أتمنى الصراحة لكم للإعجابكم أتمنى الصراحة لكم خفيف ضرف على قلوبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة فعل جرسيك وصلكم جديد شكرا مشاهدة الفيديو سلام